هذه الصورة جسدت الشرارة التي أشعلت الصراع الطائفية في العراق والتي راح ضحيته عشرات الآلاف من العراقيين وربما مئات الآلاف وهي أرقام غير محددة كون الصراع الطائفية الذي أشعل في العراق لم يسمح بالعد بسبب اتساع رقعة القتل والفوضى إلا أن السؤال الذي طرحه كثيرون وأغمض البعض أعينهم عن جوابه هو من وقف وراء ذلك التفجير الذي أحرق العراق الإشارات وتصريحات القادة الأمنيين وشخصيات سياسية تذهب جميعها باتجاه تورط إيران بمساعدة أدواتها داخل العراق في تفجير المرقدين العسكريين في سمراء والذي كان السبب في إحداث شرق في المجتمع العراقي فبحسب فالح النقيب وزير الداخلية الأسبق في فترة حكومة إياد علاوي والذي شغل أيضا منصب محافظ صلاح الدين أكد تورط إيران بتفجير المرقدين فجر المرقدين يعني إيران تتحمل مسؤولية تفجير المرقدين أكيد أنا ما عندي شك يعني بالموضوع هذا من أجل إشعال الفتنة الطائفية كما حدا؟ حسا هم حجتهم منه هذا الإمام الأسير كإيرانيين في وقتها بس طبعا هي إشعال الفتنة يعني بالواقع بالوقت كما وصرح اللواء السابق غازي عزيزة والذي شغل منصب مستشار وزير الداخلية في عام 2006 أن إيران كانت متورطة بإشعال الفتنة الطائفية في العراق عن طريق التفجيرات وأهمها مرقد الإمامين كانت هناك عمليات موجهة من دول إقليمية وهي إيران لإثارة النزعة الطائفية بين السنة والشيعة التأكدات على تورط إيران لم تتوقف عند هذا الحد بل جاءت من حلفائها إذ أكد النائب عن التيار الصدري عواد العوادي في لقاء تلفزيوني أن هناك تقارير تشير إلى تورط إيران بإدخال مجامعة إرهابية إلى العراق كانت سببا بتفجير المرقدين في سامراء يعني معنى أنه اللي صار في سامراء كثير من التقارير لأتهم بأنه أكد مصالح أكد خلايا أو مجامعة إرهابية دخلت من إيران كما وأكد مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي في لقاء عبر قناة العراقية الحكومية أكد دور رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري في استمرارية الصراع الطائفي حيث كان رافضا لفرض حظر التجوال بل وقال بحسب الربيعي دعي الشعب يعبر عن غضبه كل بطريقته تهمني الأخ الدكتور جعفري أنني جانبت الحقيقة عندما قلت في إحدى لقاءاتي التلفزيونية أن الأخ الدكتور جعفري لم يعلن حظر التجوال في يوم تفجير الإمامين العسكريين عليهم السلام في سمراء في شباط 2006 عندما كان رئيس الوزراء وقاعد عن القوات المسلحة والحقيقة أن ما قلته هو عين ما حدث باعترافه هو في نفس المقابلة التلفزيونية حيث قال أنه لم يعلن حظر التجوال لأسباب لم يفصح عنها قد حدث للجعفري ودعميه الدوليين ما أرادوا وقادت هذه السياسة إلى تفعيل دور الميليشيات بشكل واضح في العراق بدعم وغطاء دولي لا يخفى على كثيرين ما حدث في العراق نتيجة هذا الصراع ولكن الوعي المتنامي للعراقيين قاد إلى تلاشي هذه المظاهر وأثبت هذا أبناء العراق الذين وقفوا ضد الظلم في ساحات التظاهر وأجمعوا على جملة واحدة وهي بعد كل ما قيل سابقا بشأن أسباب الصراع الطائفي ونتائجه تغيب العدالة عن التحقق ولم تشهد المحاكم العراقية محاكمة مسؤول واحد عن كل الدماء التي سالت بخاصة بعض المتهمين بقتل العراقيين والذين لا يزالون يتواجدون في العملية السياسية بعد الاحتلال منذ نشأتها وربما سبب عدم تحرك القضاء هو فساده وفشله وخضوعه لضغوطات الأحزاب وميليشياتها كما يؤكد هاد العامري زعيم ميليشيا بدر عندنا مشكلة بالفساد لو لا عندنا مشكلة مسؤول عن القضاء لو لا لا أعشب لك يا مو القضاء مسؤول عنها أنا أعشب لك يا إحنا حمينا إحنا ككتر سياسية أكو يقدر واحد يحشبه واحد والقضاء شدنا نروح نهديده إذا قضاء شان يتهدد نعم أنا أقول لك شان يتهدد خضاء على التهديد ها؟ خضاء على التهديد ما أقول لك اليوم ابن أمه لما يخضع للتهديد أنا أقول لك يعني إذا تريده أنا بينه بين الله الإنسان يجي بأنه يحتى حدث اللي يعلمه عندي القضاء نضغط عليه نسوي كنان تعان مدل شنو موضوع الفساد وان صحت معاملات راحت إلى الفساد بسرت معامل الفساد ونبدأ لا مدل شنو بها توازن هذا نعني بأنه ضرب الكتلة الفلانية هذا معنى ضرب الأكراد هذا معنى ضرب السنة هذا معنى ضرب الصدريين هذا ضرب معنى المجلس الأحلى وجينا إيشنا؟ هاي التوازنات السياسية هي ها تتحمل مسؤولية الأقطاء الماضية كلنا نتحمل الآن وبعد أن علم العراقيون من الذي حرك الأدوات لضرب المجتمع العراقي الواحد ألم يحن الوقت لتأكيد الوحدة الوطنية والوقوف بوجه حكومات الاحتلال وأحزابها؟ يتساءل عراقي ترجمة نانسي قنقر